اشتركوا في القناة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ينبغي أن يكون في الأقوياء من يقوم معهم ومن النماذج التاريخية يعني أحيانا سبحان الله يكون الشخص مقصر ومسرف على نفسه ولكن في المسألة هذه في نصرة المظلومين عنده يأتيه فتح مبين قالوا الحكم بن هشام الأموي هذا رجل يعني هذا ما كان معروفا لا بالصلاح ولا بالاستقامة بل كان من الفساق والمتمردين كما قال الذهبي قال ابن حزم كان من المجاهرين بالمعاصي هذا الرجل في أواخر القرن الثاني ملك أمر الأندلس دخل عليه شاعر من رجال دولته مرة فأنشده قصيدة طويلة وفيها تدارك نساء العالمين بنصرة فإنك أحرى أن تغيث وتنصر فقال ما الخبر إيش نساء منهي إيش النساء وتنصر منه وتغيث منه وإيش القضية قالوا في أطراف الأندلس امرأة من البادية مع قومها من المسلمين داهم الصليفيون أرضهم فقتلوا وأسروا من المسلمين والمرأة كانت تستغيث بالحكم بن إيشام تقول واغوثاه يا حكم قد ضيعتنا واشتغلت عنا حتى استأسد العدو علينا في الشاعر نظمها وجاء وألقاها أمامه سبحان الله بعض المراسلين وبعض الذين يبلغون يعني يكتب الله على يديهم خير عظيم وهذه من الشفاعة الحسنة فلما سمع الحكم بن إيشام مع تقصيره مع معاصيه يعني لما سمع هذا جهز جيشا عظيما وأوغل في بلاد الصليبيين وفتح الحصون وهدم منازل وقتل خلقا منهم أمر على الناحية التي فيها المرأة وأعطاهم من الغنائم وأعطاهم تعويضات وخص المرأة هذه بعطية زائدة وأعطاهم أسرى للصليبيين عندهم قالوا بادلوا بهم ثم قال لهم هل أغاثكم الحكم قالوا شفا والله الصدور ونكاف العدو وما غفل عنا إذ بلغه أمرنا فأغاثه الله ونصره جعلوا يدعون له وقصة المعتصم واضحة لكن مع الأسف ربا ومعتصماه انطلقت ملأ أفواه الصلايا اليتمي لامست أسماعهم لكن لم تلامس نخوة المعتصمين أيضا من مسائل النصرى للمستضعفين أننا نذكرهم بالأجر والثواب نذكرهم أن الله ابتلاهم ليرفع شأنهم نذكرهم أن الله عز وجل قدر عليهم ما قدر من هذا ليسمع دعاءهم ومناشدتهم وتضرعهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فنقول يا قومنا ويا أحبابنا تضرعوا الله عز وجل ابتلاكم ومن أحب إذا أحب الله قوما ابتلاهم وليسمع دعاءكم وتكونوا أقرب إليه وتلجأوا إليه ويسمع أصواتكم وإلحاحكم ويأجركم على هذا البلاء وعلى هذا الدعاء ويأتيكم بالنصر من عنده يعني لو ذكرنا أهل البلاء والمستضعفين بالفوائد من الشدائد بالفوائد من الشدائد الشدائد لا فوائد ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم علي حتى يميز الخبيثة من الطيب وماذا لهم عند الله وكيف ترتفع درجاتهم عنده وكيف تزداد أجورهم وتتضاعف وكيف أن الله يستخرج من قلوبهم عجبا أو غرورا أو إلى آخره ويعالج نفوسهم بهذا الابتلاء ويطهرها ويطهر قلوبهم من أدواء وبلايا وآفات وهذا خير من لو أغدق عليهم وأنساهم أنفسهم وأنساهم ذكر الله وكذلك فإن من وسائل النصرة أيها الإخوة والأخوات يعني محاولة دعوة من يمكن استجلابه من الظلمة لعله يسلم النبي عليه الصلاة والسلام حاول في أبي جاهر بن هشام حاول في عمر الخطاب وأسلم عمر يعني كان محاولات المسلمين أنتجت إسلام عمر كذلك يعني الغلام دعا الأعمى جليس الملك الكافر في قصة أصحاب الأخدود وأسلم عليه يديه أسلم عليه يديه هذا استجلاب من الداخل ثم أيضا عندنا توعية المستضعفين بوسائل المجرمين ونقول انتبهوا إنهم يقصدون كذا وإن عندهم خطة كذا وإنهم يمكرون من طريق كذا فيكون عندهم معي ليفوت الغرض والمقصود مقصود المجرم يفوت ليش الله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين حتى تصبح واضحة فتتعرفها أنت والمؤمنون فلا تنخدعون بهم وكذلك نعلم المظلومين كيف ينتزعون حقوقهم كيف يأخذون حقوقهم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أبو بصير وما كان يستطيع إيواء أبي بصير في المدينة ما كان يستطيع إيواء قال ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد لو كان له أحد يعني لو اجتمع مع غيره من أمثاله فاجتمعوا فعلا وقطعوا الطريق على قواف القريش حتى جاءت قريش تناشد النبي عليه الصلاة والسلام بالله والرحم أنه يعني يأخذ أبو بصير عنده في المدينة هو من معه خراس يعني فكان إرشاد منه لهم ثم لابد أن نحث يكون بيننا وبين المستضعفين تواصل لا تهينوا ولا تحزنوا ولا تيأسوا ولا تستسلموا وأصبروا وصابروا ورابطوا والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا خبابوا ومن معه شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام جعل يثبتهم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيغضى على رأسه فيشق بثنتين وما يصدوا ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحم من عظم أو عصب وما يصدوا ذلك عن دينه